السلام عليكم. مصر دولة السبع تلاف سنة حضر. قول شعبي بامتياز. اي حد بيجي يتكلم عنه اي ده يعني اي ده سبع تلاف سنة. ولكن اي حد بيجلد المصريين يعني او اللي هو يقول لك انت بتفهموش حاجة يوم يقول لك سبع تلاف سنة فين عام. ده انتو الفين سنة هوا مثلا بعض الميلاد وفيه مثلا عصر بنات الاهرام او العصر الأسرات تلات تلاف ومتين قبل الميلاد تلات تلاف وخمسمة قبل الميلاد. انت بتتكلم في ايه? انت كده مش مكمع اس اساسا ستة الف سنة انت بتتكلم ازاي يعني. طب خلينا اقول لك بقى ونشرح لك الموضوع ونبسطه وكده. قبل بيضا امتدي احب اشكر كل المدعمين للقناة عن طريق لايك والكومن. واكيد الناس برضو حتى بتعمل دسلايك ونشكرهم جدا. وفي الوقت تقدر تدعمنا عن طريق تفعيل ميزي سانكس او طريق زرار جوين. وتقدر تدعمنا كمان عن بيبال او ودافون كاش في الارقام اللي تحت في الدسكريبشن. لو احنا بصنا على تاريخ المصري فانت بتتك تعتبر من الاوائل الدول. وممكن تقول عن حضارة بلاد ما بين النهرين ان هي تكون موازية ليهم وممكن يكون هما بدأوا قبل المصريين والقدماء كمان انفل في الزراعة وحارفوا حاجات تانية قبلهم. ولكن هنا مشكلة ان الناس بتقارن حضارات الدول ببعضها. يعني انت هتقارن حضارة الاسرات في مصر اللي كانت بداية الاسرات وبعد كده عصر بناتة الاهرامات وكلام تكله بحضارات تانية اللي كانت موجودة في الاراضي ما بين النهرين او في اي مكان تاني. ولكن هنا فاتت عليه جزئية. ان قبل ما هيكون في دولة كان في مدن. يعني كان في حضارات مدن. ودك تم اثباته قبل كده ان احنا في مصر كان في حضارات اقدم بكتير من حضارة الاسرات. طبعا في ناس كتير هتتكلم مع الحضارة المفقودة او الحاجات دي وبدأت فيديوهاتك كتير. ولكن ده ممكن يكون علم بدون ادلة فعلية. مش بقول ان هو مش موجود. ممكن يكون موجود عادي جدا. ويجي كل يوم احداث ممكن يتم تعدلها والتاريخ ممكن يتم تعديله. ولكن احنا هنتكلم في جزئية تانية خالص. كان في حضارات مدن. والحضارات المدن دين تم اثبتها ان هي كانت موجودها وكان موجود حاجة زي حضارة نقضة وحضارة البداء. الاماكن دي اماكن موجودة دلوقتي في مصر. وتم اكتشاف الاماكن دي. والمكان ده يرجع تاريخه بالجزئية الكربون ان هم بيشوفوا عمره قد ايه لقبل 5500 قبل الميلاد. فبالتالي انت بتتكلم في حضارة فعلا احنا كده مع ديين السبعة تالف سنة. فعشان كده لما حد بيجي تتكلم ايه اقدم حضارة موجودة في العالم في ناس كتير هتت خانق للحضارة المصرية القديمة لا حضارة ما بين النهرين لا مش عارف ايه فرق الاول حضارة الدول ام حضارة المدن يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده مين لا مش امرح قايم كده لا انا مالك الجنوب يلا يا جماعة عايز اوحد الشمال يلا حب لا مفيش كلام ده يعني كان في مدن او ممكن تقولها كان في الاول كده لو انت بتتكلم على المستوى البسيط خالص ناس عددهم صغيرين هيعملوا حاجة صغيرة كوميونة صغيرة يعني اللي بنسميها مثلا هنا في مصر حاجات كوميونة الصغيرة دلوقتي عزبة وبعد كده العزبة دي بتضم حاجات اكبر بناس عدد اكبر بتعمل قرية القرية بعد شوية بتبقى مدينة فهدي احنا بنتكلم عليه حضارة المدن اللي هي بداية شكل من الاشكال ان خلاص الناس بدأت تبقى موجودة مع بعض بدأت تهتمامات بحاجات تانية يعني اللي كان عايشت واحده وكلام ده هيهتم بايه غير ان هو اكله وشربه وينام لكن هنا بدأ ان فيه كوميونتي لأ ده انا عايز بقى يجيب اتاجر لأنا هعمل عربية لأنا هتاجر عامل اكل للناس وبيعه لأنا فطبعا بدأت الدنيا تختلف بشكل كبير وبدأ يظهر مظهر من مظهر الحضارة في بناء قواني بقى عشان يحتفظ بالاكل في بناء حاجات شوية عشان يحفظ فيها على مواد معينة في الحاجات دي كلها وده اللي ظهر في حضارة نقضة وحضارة البداري واسمهم كده زي ما قلنا دي عشان اسامي الأماكن اللي تم اكتشافها اساميهم قبل كده كانت ايه مش معروف فبالتالي ان هو ده اللي موجود حضارة البداري وحضارة نقضة ودولات من قبل 5500 قبل الميلاد فالبالتالي ان يقولك حضارة مصر سبعة تلف سنة قوله لا مصر اكتر من سبعة تلف سنة ولو انت وصلت الاخر الفيديو فأكيد انت شخص من الاشخاص المتحملين للكلام الكتير فأشكرك طبعا لكيوزئية دي فما تنساش تضغط لايك الفيديو وسبسكرايب القناة ولو انت عايز تدعمنا اكيد عندك زرارة الجوين وزرارة السينكس او تدعمنا على باي بال وفودافون كاش وما حاجة نشوفك الفيديو جاي سلام